الحلال والحرام وما بينهما كلام كتير بطولات حلال بطولات حرام بنتكلم في حتة هو ليه الجمهور عنده هذا القدر من التوتر والاحتقام هي ليه جماهير مع بعضها وصلة لدرجة حتى ظهرت في مباراة الصوبر وظهرت في المنافسات الافريقية لدرجة الناس فعلا ادائت وزعلت ان احنا في مجتمع واحد في علاقات واحدة يكون بين جماهيرها كل هذا الاحتراب العنيف جدا بين الجماهير طيب اذا كانت الجماهير على هذا التكوين السادة الوعيين المثقفين المسؤولين عن تكوين الرأي العام اللي عليهم مسئولية قدام ضميرهم وقدام الرأي العام وقدام ربنا انت اللي بتشكل الرأي العام انت اللي بتحقن الحقنة اللي فيها توتر واحتقان وغضب وتعصب وشغب فيكون ما حدث في كتير من الملاعب للأسف من أحداث دامية هذا الأسبوع في ظل حالة الاحتراب بين الجماهير ما كانش مقبول ولا معقول ولا مفهوم ولا مقبول من واحد سيناريست كبير ورجل سينمائي ورجل له باعه في كتابة السيناريو وفي الانتاج السينمائي زي الدكتور متحة العدل دكتور متحة العدل رجل زم الكاوي على العين والرأس ويحترم ويقدر هو كل من ينتمي إلى أي نادي بالتأكيد لكن لما يكتب اللي أنا هقوله لكم هل ده ينفع؟ هل احنا كده بنزيل الاحتقام بين الجماهير ولا بنغزي كل هذه المشاعر السلبية اللي بتفضي إلى اللي أنا هقره لكم على تويتر بيقول الدكتور متحة العدل الله يرحم لما كان كل الاتحاد بالحكام بحميل الراية موظفين في الأهرام تحت رعاية حسن حمدي فعلا إن لم تستحي فقل ما شئت أعوام من الفساد الممنهج والبطولات الحرام يا أستاذ إبراهيم دي سياسة استراتيجي هو هذا الشاعر الذي كتب الحلم العربي هذا النشيد العبقاري هو اللي كتب الكلام ده فهو كاتب فاهم بيعمل ايه؟ ده مش واحد ما عندوش أدوات التعبير ولا عدم الرؤية الصحيحة ده هو كتب كلام عارف إنه هو فكرة الحلال والحرام طلعت إمتى؟ أخر خمس سنين لما ابتدوا مش لقيين حاجة يعملوها في النادي الأهلي فقال لك 40 حرام و 12 حلال وكلام عجيب جداً ونبص نلاقي إنه يتغاضوا عن كل الحقائق اللي بتقول إنه فيه هو كابتن حسن حمدي ده في الوقت اللي بتكلموا عليه ده ما كانوا بقولوا الرعاية واش معنى المبالغ دي كان رئيس مجلس الإدارة مور شعطالة رئيس نادي الزمالك صحيح يعني قد بزمالكو بي يعني هو هو أنت عايز فاهمني إن الأهرام النهاردة بإصداراته اللي 80% فجأة بقى محرري منتمين للزمالك ده يعني صدفة مش صدفة 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 إبراهيم أنا اللي بقولوله ده نتيجة والله 2008 قالت لك وتقالت لي 2008 كانت مش كده كنا راحين يعني وقف الزمالك كان وقع الآن طب إيه الخطة قولوا فيه دي كده وقولوا فيه دي كده نفضل نقولها طبعا هي هتلاقي رواج أنت بتقول للاحتقان في الشارع لا لاحتقان الشارع لإني ده الأفكار اللي بتتبعت لهم فبتريحهم بتريحهم طيب مبدئيا حتى فيه مضمون للتويت مين من اتحاد الكورة كان شغال في الأهرام تحت رعاية الكابتن حسن حمد هتقولي شخص واحد إذا كان مقصود به كابتن شوبير فكابتن شوبير كان في وكالة الأهرام للإعلان من قبل وهو بيلعب كورة من قبل ما يدخل الاتحاد الكورة على الإطلاق مين تاني الحكام وحمل الرأي وكل موظفين الاتحاد هو هو كلام بس يعني كلام عشان يتقال إنه حسن حمدي والبطولات والحلال والحرام هل ده منطق يمكن قبوله من حد مثقف مسؤول عن تشكيل رأي عام ومطلوب إنه هو يهدي جمهور متعصب أو ياخد بإيد شباب صغير هل مين من بالمناسبة حتى بالنسبة للحكام الحاكم الوحيد أو الدول الوحيد اللي كان شغال في الأهرام واللي شغال في الأهرام مش شغال عند الكابتن حسن كابتن حسن لفترة كان مدير وكالة الأهرام للإعلان لكن أي واحد شغال في أي إدارة من إدارات الأهرام زي الكابتن فاهم عمر ده كابتن فاهم عمر آخر مباراة حكيمها مباراة المجزرة بتاعة بورس عيد ما اعتقدش الراجل جمل للأهل في حاجة فبنتكلم إزاي لكن لو هنتكلم في المنطق بقى يا دكتور متحك بطولات الأهل يا سيدي الحرام في وجهة نظرك هقولك قيادات اتحاد الكرة الزمالكوية حضر باشا كان رئيس نادي الزمالك رئيس نادي الزمالك ورئيس اتحاد الكرة ووزير الحربية هل رئيس نادي الزمالك يجامل للنادي الأهلي وهو في عصره بياخد ثلاثة دوري يبدو الحرام والحلال لين كان في الأهراب هل لما ألاقي قيادات اتحاد الكرة الزمالكوية رحمة الله على الجميع عبدالعزيز عبدالله سالم في عهده الأهلي ياخد أربعة دوري وراجل قدب زمالكاوي المشير عبد الحكيم عامر اللي قرارات انتقال اللعيبة من الأهلي للزمالك ومن بكل الأندية للزمالك كان بعصره وبقرار منه وكلنا عارفين تفاصيل كتيرة بس في عصر المشير عامر وهو رئيس اتحاد الكرة وهو شديد الانتماء للزمالك النادي الأهلي خد أربعة دوري الفترة بقى بتاعت حيضة أرباشة وعبدالعزيز عبدالله سالم وعبدالحكيم عامر الأهلي خد حداشر دوري والزمالك خد ثلاثة والترسانة والقلوم والإسماعيلي كل واحد خد مرة طيب الزمالك خد كم؟ ثلاثة والأهلي كم؟ حداشر في ظل قيادات ايه؟ زمالكوية صرفة في قيمة وحج حضر باشا وعبدالحكيم عامر السبعينات والثمانينات رئيس اتحاد الكرة محمد بي أحمد عليه رحمة الله الأهلي خد سبعة دوري دكتور حسن عبدون الله يرحمه الأهلي خد ثلاثة دوري وأنا بتكلم على شخصيات زمالكوية مع ثلاث فترات مؤقتة لكابتن محمد حسن حلمي والدكتور مصطفى علواني والكابتن إبراهيم الجوين الأهلي خد دوري دي كانت سنة تنوه ثلاثة كل واحد فترة انتقالية يعني فترة السبعينات والثمانينات في ظل قيادات التحاد والكرة دول اللي كان بينهم حلم زمورة رئيس نادي الزمالك ورمزه التارير وحسن عبدون الزمالكوية وحسن عبدون الأهلي خد حداشر دوري في السبعينات والثمانينات والزمالك في ظل هذه القيادات خد اتنين دوري والمقاولين خد مرة قد اتنين وعشرين لخمسة طيب من واحد وتسعين للنهاردة يا دكتور متحت عشان بس الحلال والحرم يكونوا بينين مع انه الحلال بين والحرم بين رئس اتحاد الكرة من واحد وتسعين لغاية النهاردة السادة صلاحة صاب الله ومحمد احمد لفترات مؤقتة لمدة سنتين اللي هو حرب سبع سنوات القيادات دي ادارت اتحاد الكرة فيهم وما فهمش واحد اهلاوي الاهلي خد الدوري اربع مرات كابتن سامير زاهر ادار اتحاد الكرة تسع سنوات بالمناسبة يا النائب بتاعه كابتن حمد امام يا فترات طويلة معه الكابتن ايمان يونس يا الفترات طويلة ايضا قيادات زملكوية داخل المجلس حتى ورئيسه الكابتن سامير زاهر خلي الكابتن ايمان يونس يطلع يقول لا لا مش كابتن سامير زاهر جامل الاهلي فيه لا 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 حاولك سامير زاهر سامير زاهر الاهلي اللي خد تسع بطولات لانه ده الوقت الزاهبي بتاع نادي الاهلي اللي خد فيه البطولات افريقيا بالصبت العصر الزاهبي اللي لو كان مين ماسك كان حياخد أكتر من كده ألاقي قيادات أهلوية أدارت للتحاد الكابتن أصام عبد منعم والكابتن عبد صالح الوحش الاتنين قيادات ونجوم الأهلي الأهلي خدت دوره مرة مرة في عصر الكابتن جمال علام أدارت تحاد الكورة فيها أربع سنين الأهلي خدت اتنين دوره السيد جمال علام رجل زمال كاوي ألاقي مع المهندس هاني أبريدة حتى الموسم اللي فات الأهلي ثلاث أعوام الأهلي ياخد ثلاثة دوري ألاقي الموسم اللي فات اللي أداروا في الفترات المهمة منه وفي المراحل بتاعة الحسب والأهلي كان متأخر وتقدم الأستاذ عمر الجنيني في تشكيك في زمال كاويتي الأستاذ عمر الجنيني لا أهي اتفل مع الأهلي بالدوري وسلموا الدرع هتقولي فين الحلال والحرام ده أنت لما تقول على بطولات حرام ده تشكيك في زمة كل هذه القيادات ابتداء من الكابتن حلم زمورة وانتهاء من الأستاذ عمر الجنين فإذا كان عندهم من الأمانة في إدارة المنظومة إلى درجة أنه ممكن يكون كل واحد فيهم يتمنى أن الزمال كابتن بسرعة بس عشان للوقت خلاص حكام أجانب بقى لنا كم سنة للأسف يعني استطفل تحكيم حسابه كبير جدا لكنه دهامنا الوقت وما عندناش مجال نقول لكم لا ما عندناش ما عندناش للأسف عشان ما هنستطرد كل الحكام اللي قدروا لقاءات القمة ما بين المصر والأجنبي وهتشوفوا مع كل الصفارات الأجنبية الأهلك بيكسب وبيتفوق ودي الكورة لكن نتكلم على حلال وحرام والأرقام بهذا الشكل أعتقد ده ظلم هو الحرام